بنسمع الناس كتير جداً تقولك أعمل إيه عشان أقلل سعر الرسالة وناس تانية بتسأل طب هو سعر الرسالة كده حل ولا أوقف في الإعلان ولا أخش أزبط في الإعلان ولا أعمل إيه في الحلقة دي هنتكلم عن نقطتين دول خليك معايا قبل ما نبدأ في الحلقة لو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناة فانزل دلوقتي حالاً أعمل سبسكرايب عشان في القناة هنا احنا بنتكلم عن كل حاجة تخص إعلانات الفيسبوك وإعلانات الإنستجرام يلا بينا نبدأ قبل ما نتكلم إن احنا نعمل إيه علشان نقلل سعر الرسالة فيه نقطة مهمة لازم نعرفها أول حاجة المصلحة ليك مش في سعر الرسالة المصلحة ليك أنت المكسب إيه وراء اللي حصل ده وراء الكامبين اللي حصل ولا الإعلان اللي أنت عملته يعني مثلاً لو جينا بصين على شوية إعلانات الإعلانات دي لسه شغلة لحد الوقت هنيجي مثلاً على الإعلان ده سعر الرسالة فيه 56 جنيه طب هو كده سعر الرسالة غالي ولا قليل 56 جنيه أنا سمعتني فيه ناس بتجيب رسالة بـ 2 جنيه تمام طيب هنا سعر الرسالة مكلفنا 7 جنيه هنا مثلاً سعر الرسالة مكلفنا 4 جنيه هنا مكلفنا رسال الرسالة 123 جنيه طب ما كده السعر ده عالي ولا السعر ده قليل ما حدش هيقول لك السعر ده عالي ولا قليل أنت اللي لازم ترد على نفسك طب أنا دلوقتي تكلفت الرسالة 123 والإعلان ده لحد دلوقتي جايب لي 11 رسالة طب أنا مثلاً لو في 11 رسالة دول بيعت بيعتين البيعة مثلا مكسبي فيها ألف جنيه فبالتالي أنا كسبان ألفين جنيه وصارف مثلا على الإعلان ده لحد لوقتي ألف جنيه فإنت أكيد بالنسبة لك الكامبين ده والإعلان ده شغالين حلو مفهومش أي مشكلة خالص عندك مثلا لو سعر الرسالة وصل لألف جنيه طبعا ألف جنيه هي حاجة عالية جدا بس أنا بديك مثال لو سعر الرسالة بيوصل ألف جنيه وإنت كل خمس رسالة إنت مثلا شغال في العقارات كل خمس رسالة بتبيعها عشقة ومعروف طبعا مكسب العقارات بيبقى عالي جدا بيوصل ل 25 و 30 و 40 ألف جنيه وساعة أكتر من كده هنقول مثلا لو أنت مكسرك في العقارات 30 ألف جنيه فبالتالي أنت كل خمس رسال بتعمل بتبيع شقة فبالتالي أنت كل خمس رسال بتبيع شقة أنت كل خمس رسال بتكسب تقريبا 30 ألف جنيه طب والرسالة وقفة علي بألف جنيه طبعا الموضوع كبير بس نحسبها مثلا يبقى انت كل خمس رسائل بخمس تلاف جنيه بتكسب قدامهم تلاتين ألف جنيه طب انت لو رحت بالألف جنيه ووريتها الواحد قلت له هو سعر الرسالة ده كده عالي ولا حلو ولا وحش أكيد حيقولك الألف جنيه ده سعر عالي جدا 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 لازم توقف الإعلان دلوقتي حالا طب بالتالي انت هتسمع بقى كلام اللي انت رحت له ده ولا هتسمع كلام نفسك اللي انت بتكسب مكسب حلو منورة رسالة يبقى علشان ما نطولش في الحتة دي انت اللي تحدد توقف الإعلان تكمله تعدل عليه انت اللي تحدد هتشوف المردود بالنسبة لك ايه لو المردود مرضي بتسيب الإعلان لو المردود مش مرضي طبعا بتوقف الإعلان خلينا بقى نيجي هنا نعمل ايه علشان نقلل سعر الرسالة أول حاجة حجم الجمهور المقدر بقدر الإمكان بيبقى واسع يعني انت هتبص على حجم الجمهور المقدر لو لقيته أقل من مليون تحاول بقدر الإمكان وليه هنا بقول بقدر الإمكان هوضح الحتة دي الوقتي تحاول بقدر الإمكان ان انت توسع المليون لو مستهدف منطقة وتقدر تغطي منطقة تانية اختار المنطقة تانية تزود في الأعمار شوية هتشوف اللي انت هتقدر عليه وتعمله طب أنا ليه هنا بقول بقدر الإمكان علشان انت دلوقتي ممكن تكون انت مثلا محل سوبر ماركت أو حلاء بتخدم منطقة أولاية لقوي فانت هتحدد اللي انت عايز تستهدفهم في المنطقة دي فبالتالي جالك مثلاً 30 ألف خلاص انت هنا مفيش حاجة بإيدك من 30 إلى 40 أو 50 ألف مفيش حاجة بإيدك هنا اللي انت توسع الاستهداف عشان انت لو وسعت الاستهداف هتجيلك ناس انت مش هتستفيد منهم فانت لو بإيدك ان انت توسع الاستهداف ويكون الناس اللي انت هتوصل لهم دول هتقدر تخدمهم فانت توسع الاستهداف ما يكونش أهل من مليون حاول بقدر الإمكان تعلي نسبة النقر للظهور اللي هي اسمها الـ CTR click through rate طب ليه هنا أنا بتكلم في النقطة دي وهي ايه أصلاً الـ CTR دي الـ CTR دي من الآخر بتبقى معدل اللي بيشوف الإعلان كم واحد واللي بيتفاعل مع الإعلان كم واحد بيتفاعل يعني عمل لايك دخل عملك message وقف على الإعلان شوية بص أرى الإعلان دس على CMOR عشان يشوف بقية الإعلان فتح الصورة عشان يتفرج على الصورة كل دي بتتحس بـ CTR انت كلما تعلي نسبة الـ CTR دي الإعلان حيوصل لعدد أكبر انت لما بتيجي تعمل الإعلان مثلاً بيقولك نسبة الوصول في اليوم مثلاً من 50 ألف لمئة ألف والكلام ده حيبقى بنفس التكلفة طب إيه اللي حيخلي مثلاً بـ 50 جنيه في اليوم يوصل للـ 50 ألف أو بنفس الخمسين جنيه يوصل للـ 100 ألف هي الـ CTR فبالتالي إحنا بقدر الإمكان بنحاول نجذب العميل عشان مثلاً يدوس سيمور بنجذب العميل عشان يبدأ يبعط رسالة بنجذب العميل بصورة ملفتة بنجذب العميل تحط ألوان اللي هي بتجذب العين الفوسفوري أو الأحمر الباهد ده أي حاجة بحيث أن انت بتوقف العميل على الإعلان يقرأ أو يشوف الصورة أو يبعط لك رسالة أو أي حاجة فبالتالي هو لو كان حيوصل لـ 50 ألف الخمسين ألف دي هتجيب لك أربع مسجيات في اليوم فبالتالي هو هيبدأ يوصل لأكتر من خمسين ألف وممكن توصل لـ 100 ألف فبالتالي بل أنا حيجيب لك أربع مسجيات حيجيب لك بـ 8 و 10 مسجيات والكلام ده بنفس الميزانية اليومية وفي نقطة مهمة هنا ما تفضلش كل خمس دقيقة تبص على الإعلان تقول ده سحب 2 جنيه لسه ما تقبلش رسالة سحب 10 جنيه لسه ما تقبلش رسالة مش كل خمس دقيقة هتقعد تبص على الإعلان لازم تديله فترة يشتغل فيها براحته والفترة دي يبقى أيام شغله أيام ويك اند ناس فيها أجازات أيام أجازات عشان الفيسبوك نفسه يبدأ يشوف أنت الجمهور بتاعك بيقعد إمتى يعني أنت ممكن تقعد طول اليوم بـ 50 جنيه جالك مسج واحدة وفي آخر ساعتين في اليوم وقت اللي هي الناس قبل ما تخشت نام بتحب تمسك الموبايل في آخر ساعتين دول جالك 5 مسجيات يعني أنت كان من ساعة بالزبط بـ 50 جنيه جايلك مسج دلوقتي مثلا بـ 70 جنيه جايبلك 7-8 مسجيات فبالتالي أكيد أكيد سعر الرسالة حيقل فإنت هنا لازم تدي الفيسبوك وقته ومايقلش عن أربع أيام علشان تعرف بعد كده تحدد فعلا سعر الرسالة ده كده حلو ولا لا وحب أقولك على نصيحة كده بسرعة يفضل أنت لما تيجي تعمل الأعلان اعمل أكتر من مجموعة إعلانية يعني اعمل الحملة الإعلانية وما تحطش فيها الميزانية هتنزل بعد كده على المجموعات الإعلانية هتعمل أكتر من مجموعة إعلانية مجموعة إعلانية هتغير فيها الصورة مجموعة إعلانية هتغير فيها طريقة الكلام مجموعة إعلانية هتغير فيها الاستهداف مجموعة إعلانية تانية هيبقى نفس طريقة الكلام ونفس الاستهداف بس هتختار إنستجرام مش هتختار الفيسبوك بتعمل كذا مجموعة إعلانية مثلا بحيث بيبقوا خمس أو ست مجموعة إعلانية وبتشغلهم بعد تلت أيام أو أربع أيام بتبدأ تشوف إيه المجموعة الإعلانية اللي جايبالك مرضود حلو جايبالك أردارات او جايبالك مبيعات وبالتالي بتبدأ توقف الاعلانات التانية وبتاخد الميزانية بتاعتها بتحطها في الحاملة الكسبانة بحب اشكر لامتابعين لحد الوقت يقوله ما تنساش تعمل سابسكرايب ولو عندك اي استفسار اتفضل سيبهولنا في الكومنت او تبعتلينا فيرسالها على الصفحة على الفيسبوك شكرا